السلام وسبح الخير لكل مشاهدين إذن تستمر الأجواء الحارة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية خلال نهار اليوم الأحد ويوم الغد الأثنين وهذا أكيد حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى تشير على أنه إن شاء الله المرتفع للضغط الجوي يبقى يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية كما نلاحظوا وهذا إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل بتسجيل درجات حرارة قصوى تفوق المعدل الفصلي تقارب 30 درجة على السواحل الوطنية وتتعدى 32 درجة فيما يخص المناطق الداخلية وهذا راجع له بوب رياح ضمن تيارات جنوبية لجنوبية غربية أيضا عملت على ارتفاع في درجات الحرارة القصوى فيما يخص المناطق الشمالية ويبقى المرتفع للضغط الجوي متمركز دائما فيما يخص المناطق الجنوبية وكذلك الولايات الشمالية إن شاء الله وأكيد درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظاهرة اليوم إذن حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي ستتعدى 30 درجة بوهران عند موشان تمس غانم كذلك على عنابة جيجلسكيك دوابي جايا الجزائر العاصمة تتعدى 29 درجة إن شاء الله كل من الجلفة التيارت حتى بعين الدفلة كذلك تسمسي لتبو سعادة لمسيلة قصنطين أصطيف أم البواقي وبرج بو عريريج بين 28 إلى 32 درجة قال مطارف والسقهراء ستتعدى 32 درجة إن شاء الله في المقابل الدنيا المسجلة إن شاء الله خلال الفترة المسائية أو بداية من أواخر الظاهرة فستكون جد منخفضة مقارنة بالقصوى المسجلة خلال الظاهرة لاحظنا أنه كذلك يكون فيه هبوب بعض الرياح القوية على السواحل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية سرعة الرياح تقارب حوالي 40 كم في الساعة فنوعا ما تتغير درجات الحرارة خلال الليل وخلال الصباحة ستكون منخفضة إن شاء الله دائما كما نلاحظ على أغلب المناطق الشمالية تتراوح إن شاء الله على العموم بين حوالي 10 إلى 12 درجة فقط إن شاء الله فيما يخص الولايات الجنوبية إن شاء الله ستكون الأجواء جد حارة كما نلاحظ على الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب الجزائري تتعدى درجات الحرارة 40 درجة إن شاء الله خلال الظاهرة اليوم فيما يخص برج باجي مختار إنقزام أدرار تميوين رقان كذلك ولاية تندوف بشار بن عباس وعين صفرة تتعدى 35 درجة وكذلك على إن صالح إليزي جونت إناميناس ستقارب إن شاء الله في حدوث 23 درجة خلال ظاهرة اليوم الأحد الوادي المغير وغرداية بين 28 إلى 30 درجة إن شاء الله مع تطاير بعض الزوابع الرملية على أقصى الجنوب الجزائري واحتمال دائما تتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على مرتفعات الهوغار والتسلي خلال ظاهرة اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص المناطق الشمالية أكيد الأجواء ستكون مشمسة ومستقرة مع أجواء رابعية مع درجات حرارة صيفية إن شاء الله توقعت حالة البحر يبقى دائما جد مصطرب خلال ظاهرة اليوم على السواحل الشرقية رجاح تتعدى إن شاء الله 50 كم في ساعة على العموم بداية من يوم الغد الاثنين البحر يتحول إلى هادئ على أغلب السواحل الوسطى والشرقية قليل الإسترام فيما يخص السواحل الغربية علو الأمواج يتراوح إن شاء الله بين المتر إلى المترين وإتجاه الأمواج من غربي إلى شمال غربي على طول الشريط السحري إذن مشاهدين أجواء رابعية مع درجات حرارة صيفية هي الوضعية الجوية التي سنسجلها إن شاء الله خلال نهار اليوم ويوم الغد إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك إحلام شكرا لك هنا أخواتري على كل هذه التفاصيل مباشرة نمور الأخبار